إلى ذلك أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيو ديلهي وذلك مع كل من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيليل رامفوزا وكذا رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم كما التقى الرئيس السيسي رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ ورئيس جمهورية البرازيل لولا دا سيلفا